تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسي مجلس الشورى رفع فيها معاليه إلى مقام سمو رئيس الوزراء الكريم خالص التهاني والتبركات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنوب مشيدا بما يوليه سموه من بالغ الاهتمام والدعم المستمر لأعمال مجلس الشورى وتعزيز وتوثيق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما ينهض بالنهج الديمقراطي لمملكة البحرين ويجعلها بين مصاف الدول المتقدمة معربا معاليه للتطلع للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات في مسيرة العمل الوطني بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سائلا الله العلي القدير أن يمتع سموه بمفور الصحة والعافية